اهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني من المنتظر أن يعقد خلال أيام لقاء أمريكي روسي لبحث الأزمة السورية على أرضية القمة التي جمعت رئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين قبل أشهر اللقاء هو الأول بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبحسب مراقبين قد يكون ذلك الانسحاب بوابة لمزيد من التعاون بين الدولتين في الأزمة السورية لا أجندة معلنة لهذا اللقاء حتى الآن ولكن الإطار العام له سيتمثل بتحسين عملية توصيل المساعدات للسوريين وتعزيز التنصيق لمحاربة الإرهاب مصادر مطلعة تتوقع مرونة أمريكية أكبر تجاه تحسين واقع السوريين في مناطق الحكومة والمقابل يمكن أن يكون ابقاء الروس على التقسيم الراهن للجغرافيا السورية بين الدول المعنية بالأزمة ففي المحصلة هل يمكن أن يحمل اللقاء المرتقب في قراراته ما يمكن أن نسميه خرقا في الأزمة السورية وإلى أي مدى يمكن أن تكون واشنطن مرنة تجاه التعاون مع روسيا في الملف السوري على ضوء كل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تحيط باللقاء ثم تلقاء أمريكي روسي مرتقب لبحث الأزمة السورية لن يحمل تغيرات جوهرية في مواقف البلدين من الأزمة وإنما مزيد من الترتبات لاتفاقات سابقة ما يميز اللقاء هو أنه يليل انسحاب الأمريكي من أفغانستان هذا الانسحاب الذي يصفه مراقبون بالهزيمة التي تبحث واشنطن عن انتصارات هنا وهناك لتجاوزها لن تجد أمريكا ظلتها في الملف السوري ولكن الديمقراطيين لا يريدون المغامرة بأي خطوة أينما كانت تزيد من تداعيات فشل إدارتهم في كابل وتزيد من الصخط الداخلي ضد حما الأمريكيون يتمسكون بالبقاء شرق الفرات لمحاربة داعش وتطمين إسرائيل إزاء محاصرة النفوذ الإيراني في سوريا وكذلك لا يريدون التخلي عن الكرد السوريين بذات الطريقة التي تخلوا فيها عن الأفغان في المقابل تبحث روسيا عن مزيد من الشرعية للرئيس السوري بشار الأسد وهو ما يقتضي توسيع نطاق المساعدات الإنسانية عبر دمشق وتوسيع هامش تعاون دول المنطقة مع موسكو في تطبيع العلاقات السورية العربية الأمران بيد الولايات المتحدة وهي تقبل بهما إلى حد ما ولكن اختبار صقف هذا القبول ستحرص موسكو على معرفته خلال لقاء المقبل الذي سيجمع مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الروسية العمر بهذه الطريقة يعني بشكل أو بآخر ترسيخ واقع الانقسام الذي تعيشه الدولة السورية بين أمريكا وروسيا وتركيا وإيران فالسعي إلى الدعم الإنساني والاقتصادي للسوريين لن يحل المشكلة الأساسية بين الحكومة والمعارضة هناك لنقاش الموضوع راحب بضيفي من واشنطن الدكتور سامير طاقية الباخث في معهد الشرق الأوسط من موسكو السيد رولاند بيجاموف الكاتب والمخلل السياسي مساء الخير مرحبا بكم أبدأ من واشنطن معك دكتور سامير هذا اللقاء الأمريكي الروسي المنتظر حول سوريا وهو الأول في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان دلالة الإنعقاد وفق هذه الظروف القائمة ما الذي يعكسه فعلا عن رؤية ومصالح الطرفين بالنسبة للمرحلة المقبلة في سوريا نعم أولا هذا يعكس اهتمام من إدارة بايدن بالنعطاف في اتجاه سياسة الديبلوماسية مع روسيا مرة أخرى فيما يتعلق بنقاط الاشتباك ثانيا الشيء المهم الآن هو أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه لفصل قضية شرعية النظام والعقوبات وقضية المسار السياسي عن قضية المساعدات الإنسانية لأن الوضع في سوريا أصبح كارسيا إلى حد لم يعد له علاقة عمليا بكل ما يجري وإنما أصبح المواطن هو الذي يدفع السمن لذلك الاتجاه هو الضغط على روسيا في اتجاه أن لا يتدخل النظام ولا يكون هو الطرف الذي يوزع المساعدات في مناطق التي يسيطر عليها المعارضة وأيضا توجد أجسام حيادية وأمكانية دخول الأمم المتحدة إلى المناطق الموجودة فيها النظام للإشراف وباشرة لأنه معروف وهذا تقارير للأمم المتحدة تقول بأن المساعدات كان يذهب أكثر من 40% منها إلى مختلف أنواع المافيات التي كانت تكلف بتوزيع داخل مناطق النظام لذلك الموضوع هو في هذا الاتجاه النقطة الأخرى وهنا تختلف عن قضية أفغانستان أولا في رأيي أن المزاج في واشنطن هو بعيد جدا عن فكرة الانسحاب من شرق الفرات هذا الموضوع هو موضوع استراتيجي ليس له علاقة فقط بالأكراد بل له علاقة أيضا بأن الولايات المتحدة لا تزال تريد أن يكون لها رافعة في الوضع السوري ثالثا هناك القضية الرئيسية المتعلقة بزيارة بينت إلى واشنطن حيث بحث الوضع السوري والتوجه الرئيسي هو أنه أثناء المفاوضات مع روسيا ستكون قضية إيران والسلوك الأخير الذي اتبعته روسيا حين تصرفت إسرائيل بعمليات القصف لمناطق المعسكرات الإيرانية هذه القضية أصبحت قضية قيد النقاش وستكون ضمن النقاش هنا إذن العنصر المتعلق بالتوافق الأمريكي الإسرائيلي بعد زيارة بينت ووضوع إيران ستهتم الدبلوماسية الأمريكية بأن تجد مدى جدية الروس في العمل على إخراج إيران من سوريا إذا كانت تريد ذلك ولذلك نعم الموضوع هو من جهة إنساني ومن جهة له علاقة بقضية الوضع العام في سوريا هناك تثبيت للحدود كما قلنا في عديد من المقابلات سابقا بأن هناك تثبيت للحدود فيما يتعلق بماذا تسيطر عليه سوريا روسيا ماذا تسيطر عليه أمريكا وماذا تسيطر عليه تركيا بناء الاتفاقيات قائمة لذلك لا أعتقد أنه من الناحية العسكرية سيتغير شيء في المدى المنظر سيد بيجاموف مرحبا بك معنا في المرة الماضية التي التقى فيها الطرفان مضت العلاقة بينهما إلى انفراج على صعيد المساعدات الإنسانية هل يمكن لهذا اللقاء أن يحمل توافقا حول ما هو أبعد من ذلك مساء الخير حقيقة حطي الآن أولا وقبل كل شيء لابد من الإشارة إلا أنه لا يوجد أشياء رسمي في الأعلام الروسي بالنسبة إلى هذا اللقاء ولا في موقع الخارجية الروسية والسيد فرشين هو نائب وزير الخارجية وغالبا ما إذا توجد مثل هذه اللقاء إما يتم الأعلان أنها إما يتم الأعلان أنها بعدما أقدى اللقاء ولكن يبدو أن هذه التكهنات ظهرت في هذه المرحلة وقد تكون فعلا مبنية على أصاص على مصادر مطلعة إذا نأخذ فينا الاعتبار الاتجاح الإيجابي التوجه الإيجابي السايد في الألاقات الروسية الأمريكية في الفترة الأخيرة وخاصة بعض اللقاء بايدن وبوتين وما تضبط في الموقف المشترك أثناء التسويت في شهر يوليو في 9 يوليو في مجلس الأمن الدولي عندما تم اعتماد قرار يمدد آلية إيصال المصادات أبرى الحدود إلى سوريا إذن يمكن أن نناقش هذا الموضوع كله هناك خيارات مختلفة طبعا أكيد أن هناك التفاهمات موجودة بين الطرف الأمريكي والروسي وهذا أمر إيجابي جدا لأنني شخصيا أعتقد أن التقارب بين الروس والأمريكان وجميع الأطراف الخارجية من شأنه يصاعد لإيجاد حلول أو حلا نهيا للأزمة السورية التي نشهدها جميل لكن سيد بيجاموف بتصورك بالنسبة لموسكو هذا قبل كل شيء بالنسبة لموسكو في هذا التوقيت تحديدا بينما تذهب واشنطن للتعاطي مع تداعيات المشهد الفوضوي في أفغانستان والذهاب إلى ترتيب أولوياتها على الساحة الدولية في الملفات الساخنة الأخرى هل تعتقد موسكو بأنها ربما في هذه المرحلة بإمكانها انتزاع لنقل مرونة حتى لا نقل تنازلات من الجانب الأمريكي للذهاب للتعاطي مع ما هو أبعد من الشق الإنساني في سوريا وربما الذهاب للتعاطي مع الوضع الاقتصادي المتردي هناك وهذه الحاجة الملحة هناك لبعض سياسات الإنقاذ لا أعتقد أن هناك قضية الانتزاعات لأن المشكلة في سوريا تختلف أن المشكلة في أفغانستان أفغانستان أصبحت المشكلة الحميشية بنسبة إلى الولايات المتحدة أما بنسبة إلى روسيا سوريا هي أهم شيء وروسيا تريد أن تضبط دورها في سوريا كوسيط وبنسبة إليها سوريا إحدى الأولويات الرئيسية لسياستها الخارجية وفي نفس الوقت طبعا هناك علاقة غير مباشرة بين أحدين القضياتين لأن سيكون هناك تفاهم أكثر بين القواتين الأزمتين فيما يتعلق سوريا وهذا التفاهم هو طبعا موجود على الأرض بين الأسكريين وقد يكون هناك التقدم أيضا في المجال السياسي ولكن لا يمكننا قول أي شيء قبل ما بالفعل يخذت هذا اللقاء جميل إذا حدث بالفعل صحيح دكتور تقي هل واشنطن في وارد إبداء مرونة أكثر اليوم عما كان سابقا تجاه الاقتراب ولو خطوة نحو تصورات موسكو في سوريا أم ليس بالضرورة يعني قضية كما تجد تضعون الآن على الشاشة قضية أن تزيد دمشق سلطتها على المساعدات بالعكس تماما في رأي أن الإدارة الأمريكية مهتمة بأن تقوم الجهات الدولية بالإشراف مباشرة على التوزيع لكافة المواطنين وخاصة في مناطق التي سيطر عليها النظام ومن المعروف هذا الموضوع ولكن في القضايا الأخرى المتعلقة بتطوير العملية السياسية فاعتقادي أن الولايات المتحدة الآن أصبحت في وضع تسبت في وجودها في شرق الفرات ومن جهة أخرى تتجه في اتجاه البحث عن مخرج لقضية الوجود الإيراني القضية الرئيسية الآن بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية هي الوجود الإيراني في سوريا التي طالما أن هذه القوات موجودة على الأراضي السورية فلا شك بأن لأنه لا يمكن التوصل لحل حتى بين السورين ولذلك إذا كانت روسيا مستعدة للمساعدة في هذه العملية فهذا سيكون أكيد موضع ترحيب ولكن حتى الآن منذ عام حوالي 2017 حين وعدت روسيا بذلك لم تتمكن روسيا من القيام بذلك بسبب فروقات كبيرة في نوعية التواجد الإيراني والروسي لكن مع ذلك في اعتقادي هناك عملية بناء ثقة في فترة معينة لم تكن هناك ثقة أبدا فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية لروسيا فيما يتعلق بالوضع في سوريا وخاصة بعد دعمها أيضا للانتخابات التي تمت التي مضت على غير رغبة المجتمع الدولي وبالنتيجة الأسئلة الكبيرة لا تزال موجودة على الطاولة أمام روسيا وفيما إذا وجدت روسيا أنها مستعدة لتغيير هذا هذا الموقف باعتقاد أن الأمريكان لا يبحثون عن دفع العملية السياسية خارج التوافقات الدولية بل على العكس ولكن الأمور ستبقى كما هي في وضعها الراهن وما أخشاه أنا هو أن في حال استمرت الأمور على هذه الحال فإن الوضع في البلاد عمليا سيؤدي إلى نشوء أوضاع شبه دائمة في سوريا وهذا مضر جدا بمصالح شعب سوريا لكن دكتور تقل اليوم نتابع بعض التحركات الإقليمية التي تنفتح ولو قليلا على سوريا نسمع عن مشاريع نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية وهو ما يراه البعض منفعة لدمشق ومحاولة الانفتاح عليها كذلك كثيرون قالوا بأن هذا ما كان ليحدث لو لا إشارات خضراء أمريكية هل تمضي واشنطن للمزيد من التعاطي بمرونة مع هذه التحركات وربما الذهاب أكثر نحو توسيعها بمساعدة ودعم روسي هنا في هذه القضية ليس هناك علاقة لروسيا مباشرة القضية الرئيسية هنا متعلقة بأنه في العقل السياسي الأمريكي يجري فصل قضية انهيار الدولة وقضية انهيار الدولة في لبنان قضية انهيار الدولة في سوريا أصبحت قضية قيد البحث هنا طبعا الضغط على السلطة يجري تفريقه عن انهيار المؤسسات الدولتية بشكل أساسي وبالتالي الخنق حتى انهيار الدولة هذا أمر لا يؤيده أحد ومنطق الأمور المشكلة في سوريا هي الاندماج الكامل بين السلطة والدولة لذلك نعم من أجل حل بعض المشاكل المتعلقة بلبنان واذا تفهمنا أيضا بعض الموارد التي تأتي فيها بعض السفن ببعض الوقود إلى النظام السوري وإلى آخر الهدف الهدف ليس هو عمليا هو الخنق النهائي وإنما هو تغيير السلوك وبالتالي في اعتقادي هذا الموقف هو متواصل بل هو أصبح أشد يعني في الماضي كانت هناك مؤشرات إذن الدافع الأساسي هو الجانب متعلق بأنه إذا استمرت حالة الفوضى في الإقليم سواء في العراق في سوريا في لبنان فهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ليس في مصلحة السلام الدولي وبالتالي هناك سعي لوضع حد يعني هي دولة فاشلة دولة فاشلة لا أحد يناقش في ذلك دولة منهارة دولة منهارة ولكن لا يؤدي هذا الانهيار إلى تفكك كامل لبنية الدولة سيد بيجاموف تجهد موسكو لأن تتفادى دمشق سيناريو الانهيار الاقتصادي الكامل وتحاول التعاطي بين الحين والآخر مع هذه الأزمات المتفاقمة هناك لأي ماذا بتصورك بإمكان الطرف الروسي بحث واشنطن على التوصل لصياغ وتفاهمات ما بإمكانها الابتعاد أو الالتفاف عن العقوبات القائمة وحماية الأوضاع الداخلية فعلا من الانهيار الاقتصادي في كل الأصائد الدولية روسيا دائما تقول أن سياسة فرض الأقوبات هي ليس لا توطي بإثمارها وهذا ما نراه وفي ضو التصريخات الأمريكية الأخيرة حول التخلي عن تدخل أو عن محاولات لتغيير الأنظمة في دول أخرى يجب التفكير أيضا في آدم جدوى محاولات إدارة واشنطن لتدخل في شؤون سوريا وكذلك محاولاته لتغيير مصار السياسة السورية عن طريق هذه الأقوبات لأن هذه الأقوبات في الآخر سيدر بالشعب السوري بالناس البسطة ولا تدر بالدولة السورية الدولة السورية أثبتت أنها ماتينة وهي فازت الحرب على الأرض وحتى لو تتم الضغطات عليها يجب أن لا ننسى أن هناك قوة أزمة في العالم أخرى التي مهتمة وصفة تدعم سوريا بقدر إمكان إذن الطريق الأفضل هو الجلوس على طاولة المفاوضات والآمل في اتجاه تسوية الأزمة لأن السنوات العشر الماضية أثبتت بأن هذا النهج النهج الضغط والتدخل في شؤون الغير لا يؤدي إلى نتائج إيجابية وأمامنا أمثلة كثيرة في الفترة الأخيرة ابتداء من ليبيا وإلى مناطق أخرى من العالم وأفغانستان هو مثال آخر وآخر لهذه السياسة علينا تغيير الأقلية أعتقد للمضي لمحاولة تغيير التعاطي مع التحديات القائمة سيد بيجاموف تعلم تماما بأن واشنطن والحلفاء الغربيين ربطوا أي مساعدة اقتصادية أو أي جهود لعادة الإعمار في سوريا بتفعيل مسار الحل السياسي النهائي في ظل ابتعاد هذه الحلول النهائية هل بإمكان موسكو العودة وحث هذه الأطراف على الاقتراب قليلا للوقوف على أرضية توافق أو حلحة الاقتصادية ما للبلاد وهو كذلك موسكو تصعى جاهدة وتقول ذلك لخلفائها بما في ذلك الحكومة السورية ولكن يجب أن نقترف بأن الحكومة السورية هي حكومة شرعية وزاد الثيادة ولاها قرار سيادي ولا أخذ ويفكر أنه قرار سيادي لدمشك يصنونه في موسكو أو في تهران أو في أي آسمة أخرى من العالم أعتقد أن هذا هو قرار الحكومة السورية القرار السياسي وموسكو تستطيع أن تصايد أن تعطي إشارات معينة ولكن لا يمكنها لموسكو أن تقوم بإملاع قرارها على دمشك أو أي أصيمة أخرى في العالم ما رأيك دكتور سمير هذا زمن نفض الغبار عنه بصراحة ما رأيك دكتور سمير هل بإمكان موسكو قلب الأولويات الغربية ما يجب ما يجب أن ينفض عنه الغبار هو منطق القوة وإذا وضع الدولة كبرى أمام خيار إما عقوبات اقتصادية أم قصف وقتل المدنيين كما يجري في إدلب الآن أو قتل وقصف المدنيين في درعة من الأفضل أن نذهب إذا كان الصراع لابد منه أن يجري فليجري على الأقل من الناحية الاقتصادية لا شك أن كل الحروب لا أخلاقية ما فيها الحروب الاقتصادية ولكن الحرب العنيفة بالقنابل والصواريخ هي حرب لا أخلاقية أكثر بما لا يقاس وكل الصراعات بين الدول يفترض أن تحل بالدبلوماسية ولكن حين لا تحصل تعمل الدبلوماسية هناك يجب أن يكون هناك أدوات الحل الاقتصادي هو الأفضل من الحلول من الحروب وقصف الناس وقتل الأطفال كما يجري الآن في المستشفيات في ريف إدلب وليس هؤلاء رهابيين لذلك القضية بوضوح يجب أن نقولها بدون مواربة وأطلب من زملائنا في موسكو أن يتعاون معنا قليلا للتوصل إلى نقاط تفاهم في هذا البجال لأن القضية الرئيسية هي أنه مع استمرار النظام بعدم تقديم تنازلات رئيسية فيما يتعلق بالاقتراب من الحل السياسي المنطقي المعقول من أجل مصالحة سياسية بين مختلف السوريين ستستمر هذه الحالة وسيستمر أولئك الذين يجدون نفسهم مظلومون بالاستنجاب بقوى أخرى ولكن أنا أقول إذا كنا نتحدث عن السيادة السورية سيادة السورية أين السيادة السورية حين تطفئ الصواريخ الروسية راداراتها حين تأتي إسرائيل وتقصف المواقع السورية هل هذا سيادة السورية؟ هل لها علاقة بالاستدعاء الذي على أساسه تم استدعاء القوات الروسية إلى راضي السورية أن لا تقوم بمواجهة الطائرات الإسرائيلية حين تقصف سوريا لذلك يجب أن نجد أرضية منطقية مشتركة أنا لا أتحدث لا عن دون باسكو لا عن أوكراينيا ولا عن القرم لا أتحدث عن كل هذه القضايا ولكن فلنأتفق لأن منطق القوة والديبلوماسية لا يتفقان إذا كنا سنذهب إلى الدبلوماسية فيجب اعتماد مبادئ لكن دكتور طقي إذا كانت واشنطن والحلفاء الغربيين أو الغربيون سيدهبوا إلى إحداث استدارة في المقاربة بالتعاطي مع هذا الملف بالابتعاد عن الشروط التي تسبق أي مساعدات أو إعادة إعمار لابد من أن يكون هناك مقابل من الطرف الروسي ومقابل كذلك من دمشق على الأرض ما الذي يمكن أن يكون مقبولا في هذه المرحلة لا يوجد أي مؤشر الآن بأن الغرب مستعد لتحقيق انعطاف ما لم يظهر تماما بأن هناك عملية سياسية مجدية وجدية وضمن زمن محدد هذا هو الموقف الواضح تماما بأن إعطاء غطاء لنشاط مختلف القوى المتدخلة في سوريا المحتلين المختلفين في سوريا إعطاءهم شرعية من خلال القول بأن هناك عملية سياسية تجري وهناك توفقات دولية حول ذلك وأن تمتد القضية لعقد كامل من الزمان دون أي جد وهذا لم يتكرر الآن الوضع الواضح تماما أنه إذا زجرة توافق على مستوى استراتيجي فيما يتعلق بمستقبل الإقليم ومستقبل سوريا التي الآن مقسمة بين عمليا أربع أو خمس دول محتلة لأراضي سوريا في هذا الظرف يمكن أن تبدأ عملية سياسية مجدية برعاية دولية وبالاتجارة الصحية في اتجاه الحل السياسي أما بوجود هذه القوات المحتلة وهي تفرض عمليا زبائنها المختلفين على الطاولة فأي حل تتصور سيدي جميل سيد ميجام لا يوجد أي أرضية للحديث عن أن هناك انعطاف في الموقف الغربي لا يوجد انعطاف التغير منذ بدء مجيء بايدن إلى السلطة نحن قلنا بأن من الواضح أن إدارة بايدن ستتجه من أجل فصل الملف الإنساني عن ملف العقوبات وعن ملف الموقف من النظام السياسي والأمر الإنساني يشمل أيضا الأكراد في شرق الفرات عمليا تجربة قسد ويشمل غرب الفرات والمناطق التي تساعد عليها تركيا ويشمل أيضا المناطق التي تساعد على النظام والآن في درعا لدينا مشكلة كبيرة على روسيا أن تجيب عليها بالإنساني لكن حتى موقف السياسي خلال السنوات الماضية شهد تبدنا كذلك الموقف الأمريكي هنا أسأل سيد بيجاموف من الذهاب من سياسة تحسين سلوك النظام كما تقول واشنطن أو ربما تبديله لكن على هذا الصعيد وبينما تحاول موسكو وواشنطن الوقوف على أرضيات مشتركة الآن إلى أي مدى بإمكان موسكو مساعدة واشنطن في هذا المسار الجديد وفي هذا التحول في إدارتها وسياستها تجاه هذا الملف أنا أعتقد أولا التوجه هذا التوجه يعني التقارب بين موسكو وواشنطن هذا أمر جيد جدا ثانيا طبعا موسكو سوف تأخذ ألاتيقها إلى صار مثل هذا التوافق أن تشاور وتحدث دماشق بحيث تكون هناك أيضا نوع من التفاهمات من جانب دماشق أيضا دماشق ستطلب لديها مطالب ومطالب شرعية جدا أنا أعتقد وإن شاء الله قد تتحرك هذه العجلة من أجل المصلحة المشتركة لجميع الأطراف وقبل كل شيء الشعب السوري الذي بالفعل هو ضحية كل هذه الحروب شكرا شكرا جزيلا عن ضمامك لينا وقت مقاشنا لهذا المساء انتهى تماما أشكرك من موسكو السيد رولاند بيجاموف الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن دكتور سامير طقي الباحث في معهد الشرق الأوسط شكرا جزيلا لكم هذا وصلنا إلى ختام حلقة هذا المساء شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة